نجحت نسخة اليوبيل الذهبي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي اختتمت فعاليتها مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة في المحافظة على مكانة هذا الحدث الرائد وأهميته العالمية في صناعة الذهب والمجوهرات والساعات بعد أن سجلت حضورا فاق التوقعات من الزوار بأكثر من 66 ألف زائر ليكتمل مشهد النجاح اللافت الذي حققته هذه النسخة الاستثنائية سواء على صعيد الإقبال الكبير من الزوار وحجم المشاركة من العارضين التي تجاوز 900 جهة محلية وعالمية